أيها الإخوة بارك الله فيكم لقد ظارت نابتة سوء ولا ياذب الله تحيي ما فعله الأشرار من قوم الوط تحيي ما فعله الأشرار من قوم الوط ويريدون بثة الرزيلة وبثة الفاحشة في أهل الإيمان بأفلام ومسلسلات بأفلام ومسلسلات يبثنها أو بدعوة إلى الفصق والدعارة والفحش وبدأوا ينشرون رزائلهم وقذراتهم على صفحات الإعلام وعلى بعض الفضائيات في صورة أفلام أحيانا وفي صورة مؤتمرات أحيانا يأتمرون للشر فيها كي ينشر الرزيلة في بلاد المسلمين كالإباحية والمثلية والمصرحيات التي تبث فيها أفعال قوم الوط ويبث فيها التبرج والعري وأنشرون ذلك بلا خجل ولا وجل فجدير بأهل الإسلام أن يقوموا قومتهم لسحق هؤلاء القذرة الفسقة الفجرة لسحقهم لسحقهم ولتدميرهم ولإزالة شرهم عن البلاد والعباد بالحكمة والموعظة الحسنة إن أجدت وإلا فيجب على أولاة الأمور أن يحاكموا هؤلاء بتهمة الإفساد في الأرض وبحد الحراب المذكور في كتاب الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادة أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم